معرض جيميرز كونت جدا يرجع لكم من جديد من 12 سبتمبر إلى 15 سبتمبر دعالوا هناك وجربوا أفضل ألعاب كل المعلومات رح تلقونا تحت في الدسكريبشن هل هو فيكم حققة جديدة من 5 أشياء في هذه الحلقة رح نذكلكم 5 ألعاب استخدمت كنترول غريب في اللعب قبل ما نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة والحين خلونا نبدأ أول كنترول معنا هو من لعبة دونكي كونجا اللي صدرت على جهاز نتندو جيم كيوب في سنة 2003 الكنترول على الفكرة ترهيبة ومناسبة لجو اللعب اللعبة لعبة موسيقى تعتمد على الرذم عشان كذا تصويم الكنترول على شكل برميل من الخشب والمعروف في سسلة دونكي كونج وراح يكون هو الطبل الخاص فيك وقت اللعب في نص الكنترول موجود مايك عشان الأصوات مثل تصفيق وغيرها العاب اللي كانت تدعم الكنترول ما كانت كثير فقط العاب اللي فيها دونكي كونج تقريبا مثل لعبة دونكي كونج جانجل بيت ثاني كنترول معنا هو المراكس من لعبة سامبا دي اميغو صدرت اللعبة عام 1999 على أجزة الأركيد في اليابان وفي سنة 2000 على جهاز الدريم كاست هي لعبة تركز بكل بساطة وتحاول تسوي الحركة الصحيحة في الوقت المناسب سيجا صممت كنترول خاص باللعبة شكله مستوحى من اللعبة وموسيقاتها والأجواء المكسيكية والأداء أصلا مكسيكية عبارة عن اثنين كنترولر وتجي معاها حساسات تنحط بالأرض عشان بس تعرف اللعبة وين اللاعب واقف اللعبة تم عادة تصدارها بتحسينات وتعديلات كثيرة على الوي في سنة 2008 واستخدموا في الوي ريموت وكان التحكم ماهو دقيق أبدا ولا مثل متعة الكنترول السابق اللي هو المراكس ثالث كنترول معانا هو الليزر سكوب من شركة كونامي وتم تصميم الجهاز نتندو والن اس للعبة ليزر انفيجن اللي صدرت عام 1990 لكنها يدعم أي لعبة في دعم الكنترول المسدس المعروف نتندو زابر أو ني اس زابر من مميزاتها في وقتها أنه يدعم الصوت وكلما قلت فاير اللعبة تطلق الكنترولر انتخذه بشكل كبير لأن خاصية دعم الصوت ما كانت تشتغل بشكل مضبوط كان أي صوت يخلي اللعبة تطلق يعني ما فيه أي عزل نهائي يكفنك تلبس الكنترولر وخلاص ما يحتاج تتكلم وفيها بعض قطعة للعين عشان التصويب وتعتبر سماعات في نفس الوقت لأنها تنشبك في منفذ السماعات للجهاز الاني اس رابع كنترولر معنا هو كنترولر الباور غلوف وهو اكسسوار للجهاز الاني اس وصدر عام 1989 كان يقدم فكرة جديدة ومبدئية للفيرتشو ريالتي تم عرضه بشكل كبير في وقتها لكنه فشل لأنه صدرت عليه لعبتين فقط وما كانوا ينبعون مع الجهاز وانتقدوا الكنترولر بأنه صعب التحكم فيه القفاز فيه كنترولر للتحكم للجهاز الاني اس وزار من صفر إلى تسعة يقدر اللاعب يخصصها مثل ما يبيه والقفاز يفترض أن يحرك اللعبة بالحركة وتجد تلعب باقي الألعاب باستخدام القفاز لكن تحتاج تبرمج زارة عليها واعلنوا عن ثلاث ألعاب إضافية لكن مات مصدرها واحد الكنترولر معنا ويعتبر من أغرب الكنترول اللي اصدرت في عالم الألعاب هو خاص بلعبة Death Crimson اللي اصدرت على جهاز السيجا ساتن هي لعبة تصويب مشابه للعبة Time Crisis الكنترولر عبارة عن مجسم ضخم ووزنه أكثر من 50 كيلو حتى جهاز السيجا ساتن كان ينحط في وسط المجسم عشان تلعب وتحتاج إلى سلم عشان تقدر تلعب وفيه سلاحين للتصويب وما يحتاج نقول أن اللعبة فاشلة جدا حتى أنه أخذت تقييم من اللاعبين في وقتها 1.09 من 10 وتم اعتبارها كأسوأ لعبة تم صنعها والمشكلة على ضخامة الكنترولر ما تقل تلعب فيه إلا في هذه اللعبة بس حتى الجهاز حطين عليه الصمق قوي جدا ما تقدر تشيله أو تغير اللعبة وهذه كانت خمسة من أغرب الكنترولر في عالم الألعاب علمونا في الكومنتات أشياء أغرب الكنترولر التي شفتوها وأنتم وما ذكرناها يهدك منا في المتابعة كان معكم فادي الشيحة مع السلامة